مساء الخير للجميع. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم لح نحكي عن موضوع وخاصة كيف ممكن نعمل من وإلى جهاز الرولند بس قبل ما نبدأ بحب اني ذكر ونوه انه كل الفيديو اللي عم نعملها هي نوع من المسعى الشخصي او المجهود الشخصي لمساعدة كل الناس اللي عندهم جهاز الرولند ليتعرفوا عليه اكتر ويستخدموه بسهولة اكتر. وطبعا انا لا امثل شركة رولند. انتقالا لموضوع الستايل اذا بتتذكروا بفيديوهات سابقة كنا نحكينا انه كيف ممكن ننقل الساونس او اليوم هنمشي بنفس المبدأ وبنفس الطريقة اذا عندي انا باك اوب من اي شخص موجود مثلا اخدته من زميل لالك من رفيق عنده الجهاز وعجبك ستايل معين هابب انك تنقله على جهازك طبعا بالباك اوب طبعا اذا اخدنا اي باك اوب فور اكزامبل ضمن اليو دي اس كي مثل ما المرة الماضي في شي اسمه فولدر ماي ستايلز. بالماي ستايلز هتلاقوا في مجموعة او ممكن يكونوا يعني مش مش ضروري يكونوا ضمن منظامين ضمن فولدرات. هي الفكرة انه اذا بتدخل جوه هتلاقي اي شي دوت اس تي ال معناتها انه هيدا ستايل فهيدا هو الفورمات تبع الملف هو لازم يكون بخاصية ال اس تي ال دوت اس تي ال هيك بيكون ستايل ففردا انا اي ستايل عجبني كل اللي انا مفروض اني اعمل او يكون اعجبني مجموعة ستايلات كل اللي مطلوب بني اني اعملوا ومنروح لشي اسمه اليو اس بي اللي عنا نحنا هيا عم ننتقل لليو اس بي ضمن فولدر ماي ستايلز نفتحه فينا ننظمهم بفولدرات وفينا ننزلهم لوحدهم اقاعات ستاند الون مش ضروري يكونوا ننظمين ضمن فولدرز تمام اول ما يصيروا عنا على اليو اس بي صاروا جاهزين ان نقدر نستخدمون على الجهاز فهلا لاحنا ننتقل للجهاز تنشوف كيف ممكن ننزل هيدا الاقاعات على الجهاز عنا طيب هلا نحنا ارجعنا على الجهاز وطبعا حطينا اليو اس بي بمدخل اليو اس بي هون على الجهاز كيف فينا هلا ادخل على الستايلز نحنا اذا تتذكروا نحنا ان الشاشة اليسار هي مبدئيا شاشة الستايلز تمام وان اليمين هي للاصوات هلا الستايلز هندخل عليها من شي اسمه منيو تمام في شي اسمه منيو هيدا هوني طريقة ممكن ندخل عليها او ممكن ندخل من خلال الشاشة اليسار اوكي فاذا انا بدي شوف شو الستايلز الموجودة عندي على ال يو اس بي ندخل من اليوزر على الاكسترنال دايما تذكروا الاكسترنال هي اليو اس بي يعني بحول الاكسترنال وبدور على الست الموجود انا ضمن ماي ستايلز تمام اذا بتطلعوا انتم هلا هون احيانا ممكن تطلع لكم هيدا الشاشة ما تستغربوا بتفوتوا على ماي ستايلز ساعة انا هيدا تعطيكم الفولدريات الرئيسية ضمن اليو اس بي فمندخل على ماي ستايلز مندور على الفولدر الموجودة ان احنا بدنا يه وندخل علي وفرضا انا مثلا عجبني اي ايقاع تمام انا على فكرة فيه شغله مباشرة يعني اذا احنا حطينا هلا هيدا الايقاع ممكن نشتغل معنا مباشرة تمام وهيدا انا عب شغله من الاكسترنال تمام هلا فرضا انا بدي انقلو على الانترنال يعني بدي انقلو على الارج نفسه او على بمكان بالارج كيف فيه انقلو هندمج شغلتين مع بعضهم اللي هني انه كيف انا ممكن اعمل فولدر وبنفس الوقت هيدا الفولدر انقل علي الايقاعات تمام فانين بقدر انا اعمل فولدر نجي من خاصية المنيو اللي كنا حكينا عنا بالاول ندخل على المنيو في شي اسمه فايل يوتيلتي من الفايل يوتيلتي طبعا انا عندي الانترنال والاكسترنال هل بدي اعمل انا الشغل على الاكسترنال ولا انترنال بالمبدأ انا بدي اشتغل على الانترنال يعني على الجهاز ندخل على ماي ستايلز اذا لاحظتوه اني نفس الايقاعات الموجودة انا عندي هون بالشاشة اليمين هي زاتة copy paste تمام mirror فانا هلا بدي اعمل فولدر جديد هنين بدخل دايما الoptions الان اي زر بيكون منور معناتا في استخدمه options create folder بمجرد ما انا اعمل create folder دعنا نسميه لنقول احنا بدنا نسميه test عندنا هيدا test اوكي صار عندي انا هلأ ضمن الملفات او ضمن الفايلات اللي عندي شي اسمه test تمام هلأ التاست هيدا بنقول انا علي الايقاع البدية فرضا انا بالاكسترنل رحنا على ماي ستايلز اذا لاحظتوا نفس الاسلوب اللي كنت عبتوا تشتغلوا هون او تشتغلوا هون فرضا انا عجبني هذا الايقاع لنقول مثلا اذا لاحظتو هون باليمين ما فيكن تشغلوا الايقاع منه هو بس تتعملوا control تدين لو تشتغلوا بينما هون هي التشغيل ففرضا انا ندخل على الايقاع اللي كان احنا عندنا مثلا ولي اللي عجبني بالابا اللي هو اللي نقول هيدا مثلا نجربو نقول مثلا انا عجبني هيدا الايقاع على سبيل مثال او خلال نقول مثلا البلدي فرضا انا عجبني هيدا الايقاع اوكي بيجي علي هون بعمل option copy بختار الايقاع اللي انا بالدية وبضغط على enter هيك نعمل له copy اذا لاحظتو هلأ عطاني شي اسمه paste معنات هو عم بيحضر ليعمل بحول من الاكسترنل لا الانترنل بدخل على my styles على الفولدر اللي انا عملته وبروح بنفس الطريقة بكبس فلاحظتو هلأ عبيعمل فهو حينقل الايقاع من الاكسترنل للانترنل حيحتفظ فيه بالاكسترنل وصار عندي انا هون بالانترنل تقارف انه شغلي صار مزبوط بيجي لهوني بدخل على الانترنل ضمن التست صار عندي هذا الايقاع اذا بشغل نفعله صار موجود انا عندي هون موجود عندي تمام بهالطريقة هيدي هيدي اول طريقة فرضا انا اجبني ايقاع من الورج هالمرا هنجبنا منبرة فرضا انا عجبني ايقاع من الورج الاورج نحن قلنا فيه ندخل مثلا على اي ايقاع لنقول انا عجبني مثلا البلدي اللي هو هيدا مثلا او هايلي هو نفسه الإقاع البلدية اوكي هابب انا انقلوا كمان على فولدر خاص فيي انه قدر انا ارجع له بنفس الطريقة وانا مختاره هون اوشي اسمه ستايل كومبوزر ندخل على سيف سيف هيقلي وين بدك تسيف هيدا الإقاع طبعا هو عبي ياخد منه من الجهاز وين هيحطه لنقول نحنا بدناه كمان بالانترنال بالتست كبسنا عليه منقله انتر هلا بهاي الحالي هون اختلفي كليا عن الحالي الاولى ليش لانه اول مرة انا اخدت من الاكسترنال كوبي بيست واخد الملف زي ما هو وحطه بينما هون انا عم برجع بنزده من الجهاز ففيه انا سميه بطريقة تاني والحلوة الفكرة هاي دي ليش الرولند عملوها بطريقة حتى ما اخسر الاقاعات الاساسية لانه لو سمح الله اذا عدلته باي طريقة غلط هيروح الاقاع الاساسي عندك بهالطريقة هاي انتو عم بتحافظوا اقاعاتكم الاساسية وعم بتشتغلوا بفولدر عادي فرضا انا بديه بنفس الاسم او فيه عدله الاسم بعمل له اكسيكيوت هتلاقوه هلأ نزل شي اسمه بلدي لايف وين انزل عندي اذا برجع بالاكس انا مجان بدخل مرة تاني صار موجود عندي ضمن فولدر التاست اذا لاحظته ضمن فولدر التاست صار عندي البلدي اللي كنا عم نحكي نحنا عنه صار موجود هون ايه موجود انا عندي هون وبالطريقة صار فيه اعمل كل التعديلات اللي بديها او فيه يجمع كل الاقاعات اللي بديهم بملاف ما بتتأثر الاقاعات اللي موجودة بالجهاز ولا ايه شي انا عندي ايه على الاكسترنل فنحنا بهالطريقة هاي دي اتعلننا نبدأ ايا كلات اشياء رقم واحد كيف فيه ادخل او نزل الاقاعات من الاكسترنل على الجهاز رقم اثنين كيف فيه اخذ اقاع من الجهاز على الفولدر خاص فيه تقدر انا اقدر اشتغل بهيه الاقاعات او اني ارجع لها بكل سهولة بلا ما ادور كل مرة على الاقاع بدي ايه هون صاروا محصورين بفولدر متل ما انا بدي رقم ثلاثة كيف فيه انا اذا بدي ارجع حول فيه اخذوا نفس الشي كوبي بيس اني حولوا على الاكسترنل بنفس الطريقة فانا بهالطريقة هاي دي شملت اكتر شي كيف الالية نشتغل فيها نحنا بموضوع الاقاعات اوكي فبتمنى ان تكون الطريقة كانت واضحة وسهلة بالنسبة للجميع ومنلتقي فيكم بفيديو جديد ان شاء الله وما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب للشانل واتبعونا بكل شي جديد وثانكيو سو ماجه